السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير هل القرآن شفاء؟ آه طبعا شفاء القرآن شفاء لكل داء ربنا عز وجل قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد يبقى القرآن شفاء شفاء للنفس طبعا بلا أدنى شك الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فلو أن الإنسان قلبه مرهق حزين مهموم فالقرآن شفاء لنفسيته طب هل القرآن شفاء للجسد؟ آه طبعا القرآن شفاء للجسد ما فيهاش نقاش والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بالقرآن ورقي بالقرآن والصحابة وكان عمر بن الخطاب يرقي الناس بالفاتحة فيشفون بإذن الله تعالى لكن هنا فيه نقطتين النقطة الأولى أن القرآن الاستشفاء به يحتاج إلى يقين قوي جدا 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 من القارئ حتى قالوا لما مات عمر بن الخطاب الفاتحة موجودة ولكن أين عمر؟ أين يد عمر؟ التي يطلب بها الشفاء من الله فيشفيه الله عز وجل أو يشفي من يرقيه فالاستشفاء بالقرآن يحتاج إلى عزم وإلى نية خالصة ويقين بالله الأمر الثاني أنه مش معنى الاستشفاء بالقرآن إلا أنا أهجر العلاجات وأهجر الطب لأن إذا كان القرآن كلام الله فالطب هو دواء من الله عز وجل ولما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن بطن أخي وجعة قال اسقه عسلة ما قالش روح اقرأ كذا ولا كذا مع أن ما فيش مشكلة يقرأ لكن أخذ العلاجات أيضا من التوكل على الله عز وجل طيب إزاي أستشفي بالقرآن وإزاي أرقي نفسي بالقرآن الأمر سهل جدا لما يكون مثلا دماغي وجعالي أنفث كده أدفل بالراحة أو أنفخ في يدي هكذا أو أقرأ في يدي الآيات اللي أنا عايز أقرأها وأحط إيدي على راسي أو أحط إيدي على راسي وأقرأ الآيات اللي أنا عايز أقرأها لو عندي اصداع كتفي وجعني أحط إيدي على كتفي وأقرأ الآيات اللي أنا عايز أقرأها فيه آيات معينة لده يعني فيه صور أفضل من صور في هذا المقام عندنا صورة الفاتحة عندنا المعوذتان قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ برب الناس وما فيش مشكلة للإنسان يدعو بعد القرآن بالأدعية زي ما النبي عليه السلام كان يقول اللهم رب الناس اذهب الباس شفاء لا يغادروا سقمة ففيش مشكلة يجمع بين القرآن ويجمع بين الدعاء هذا هو الاستشفاء بالقرآن وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء أسأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفيكم أنه وليه ذلك والقدر عليه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته